جريد الشروط، الشروخ عفواً نقلت تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيمن حمزة قال فيه إن من يزيد استهلاكه على ألف كيلو واط شهرياً لن يحصل على دعم أشار أيضاً إلى وجود احتياطي في الشبكة القومية للكهرباء يصل إلى أكثر من عشرة ألاف ميجا واط أو ضحأ المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أنه يتم تشغيل المحطات وفقاً لاحتياجات المواطنين واستغلال الاحتياطي في برنامج الصيانة السنوي